اشتركوا في القناة اغباء عباد تعصح وبسبت الغباء تحهم راهم مدخلين اروحهم في واش في حيط كبير كبير بالبزاف راكم شوفوا في الصورة هذه الجزائرين هذه الصورة الان راهم دير حالة على المواقع الجزائرية علاش في رايكم لانه الغباء البرتوشي بعدما كانت القاضية لصالحهم باينا يا أخوتي الكاف كامل راهم يتحكموا فيها علاش وكيفاش باينا أخوتي كل الأعضاء براتيش المهم الان القاضية دخلوها في واحد البلاسة صعبة بزاف دخلوها في أكره عفسة عند الفيفا واللي هي السياسة تفرجوا مليح في الصورة هذه أوفياء لقسم المسيرة الخالد ولا انتهزن استفزازات أعداء وحدتنا الترابية خوتي الكلمة الصعبة هنا واللي هي أعداء أكون فهمين أعداء ما تتقالش في كرة القدم كلمة ممنوعة في كرة القدم لكن انتوما حابسين انتوما في مخكم يا البراتيش كاين حمار مقيل لماذا نحن الجزائريين لماذا نحن الجزائريين لماذا كنا قادرين ندر عليكم شعارات شعارات صدقني يا البرتوشي تشوفها ما يجيك شرقات اقسموا بالله ما تزيد ترقد الجزائري صامت صامت إذا درلك عفسه أعرف باللي راح تفلقك من الأخر تشوف الجزائري يجيك لبلادك ويطيح لك بلقجع ويطيح بك في بلادك ماذا نحن الجزائريين من الأخر في وسط بلادك المهم الفيديو هذا نسحق ويوصل للجميع يا أخوتي والصورة هذي برطاجي وها الماكسيموم كما نقول على كل مواقع التواصل اجتماعي بش توصل للفيفا وبين السلطات الجزائرية راح تدير كامل إجراءات فيما يخص القضية هذي وتهز هذه الصورة برك كافية من أجل مش يعقبوهم على جل العالم ولا الخريطة الوهمية هذيك يا أخوتي وإنما يعقبوهم على إدخال السياسة فواش في كرة القدم لكن صعيب بزاف بشي تعاقبوا عن بلكم علاش لأنه طبعوا أي دولة مطبعة يا أخوتي ما تستنوش جي عقوبات زعمة من الفيفا ولا لأن الفيفا يا أخوتي بش نتفاهموا ولا كرة القدم انجنيرال بش نتفاهموا مو هي عبارة على تفاهة في العالم يعني أمر ما هو جدي في الأمور الجدية الجزائرة هي مساقلتهم نحكيوا على الأمم المتحدة مثلا كذا أغبياء أغبياء والله أغبياء تعصح أخوتي إذا لا أعطيكم كما يقصوا و豈فهم للأمود هلا أغبياء تفوضييص إليه شدوا العبيد عبيد عبيد الله الواطن الملك هيا فهموني ضرق الجزائرين وزعم راسمين للعالم تحهم والخريطة تحهم كاملة وهنا زعمة مديرين الزليج مخصوصين هوية تحسهم يا أخوتي ما عندهم شفقة في رواحهم أكون فهمين علش حتى تترسم لي زعم الخريطة لبلادك على بل كمتهم الدولة الوحيدة في العالم لي عندها هزوش خرائط تفهم للبرتوشي ماهوش فهم هل بلاده قصيرة ولا بلاده طويلة مازلته ما فهمتوش على بل كمتهم البلاد الوحيدة في العالم من المواطن تاعكم لي يراهو هاز هذا الدرب وليرا ليراكم شوفو فيه يا أخوتي والله مايعرف والله مايعرفواش هلاكولي حالهم ومايعرفوا هذا مايعرفوش المساحة تاع بلاده والله كيما نحكي معك خويا الجزائري مايعرفش المساحة تاع بلاده وش حال فيها اكزاكت أني نقول لك السيد من ليزاد من كرشي ماهو يشوف سواء بلاده طويلة سواء بلاده قصيرة مازل مافهمش وباقيني على الصغير فهذه العفيس والتفاهات هذي آه شوف مليح هذه الشركة درت بلادنا طويلة نفرحو بيها ونشجعوها هاكم فهمين؟ آه الشركة هذي درت بلادنا قصيرة ويديروا عليها سيوجي آه الجزائر حكيت لنا على بلادنا كيراهي قصيرة آه إحنا ما عندناش صحراء ولجزائر عندها صحراء ولاش إحنا صغار وهو مكبار ايكون فهمين؟ هذه هي حياة البرتوشية في شراحت يكون فهمين؟ في أنه مخطوص هوية يحوص على الهوية تاعه يحوص شكون هو؟ أنا أقول هالك شكون أنت، انت عبار على سنغولي والله كيف نحكي معكم أنت أصلك سنغولي هذا هو الأصل تاعك يا أخي حالة عايشي غير بالخرطة تحهم والشعارات والخارائط يا ودي يعيشوا في الواقع الواقع الجزائر ندب زدكم لذلك تيفي تي وعليكم الواقع تيفي تي وأنه تقولوا باللي القضية تاع الصحراء الغربية في الأمم المتحدة هي قضية ما فيهاش اللعب ما فيهاش تمس خير كل الدول تالعالم تتفق على أن الصحراء الغربية هي مستعمرة من الأخر هي واش هي مستعمرة وما دمها مستعمرة يعني الأمم المتحدة ما هيش معتارفة باللي تابع عليكم ولا لا راهي معتارفة باللي الصحراء الغربية هي بلاد وحدها وحتى لو كانت قرأت تاريخي البرتوشي تلقى باللي الصحراء الغربية واش هي بلاد وحدها انت يا سبحان الله فهمني هاري برك حاب نفهم بركي البرتوشي هاري الملك تاعك الملك تاعك باعلك بلادك بسكيلات بفيلو بدراجة هوائية وإلى يومنا هذا راكم تقدسوا في المولوك وتبوسوا لهم في يديهم وفي نفس الوقت حابين واش تديروا حابين تسرقوا بلاد تسرقوا يعني بلاد كامل بواش بخريطة وهمية في التريكو أنا راسي راح يحبس مع البراتيش حابين يسرقوا بلاد كامل يا خاودي عن طريق خريطة وهمية هل الخريطة تقدر تسرق لك بلاد؟ هل الخريطة تكون لك بلاد؟ هذا هو السؤال بريد نحكيه بالمنطق بالمنطق هل أنك زيما ترسم خريطة مثلا وتضم فيها مثلا كما راكم تحلموا كما سينان هذا كتاكم خيضم الجزائر هل الجزائر أصبحت تاكم؟ هل تندوف أصبحت تاكم؟ هل غارج بلاد تاكم؟ لا لا ما شي تاكم ما شي تاكم التلوين ما عنده حتى فايدة لازم تتعلم يا البراتوشي بل التلوين ما عنده حتى فايدة أنا نحس فروحي يا خاوتي أراني نعلم في تلاميذة الإبتدائية ولا تحت الإبتدائية شوية كمفامت؟ نعلم فيهم وندلهم في ليكور كش ما يتعلموا شوية رجولة كش ما يتعلموا شوية خمام كيفاش يخموا الله غالب مستوى مون بطح مستوى مون حط مستوى ما كين والو مستوى تحت الصفر ولي ما عشبوش الحاليخ بتراسوا على الحياة هذو هم أنتوما يا البراتيش ها حذ زين في حياتكم كامل الله الوطن الملك هذا ما كان يسيبو لكم الملك تاعكم تهب له وهذه هي حكايتكم عندكم نفس الكاسات راه يتعاود بدلوا شوية بدلوا شوية روتين مع لا بلايش دروا روتين اليومي اللي راكم طاغين به في اليوتيوب يو الله وما تبقىوش عاشة الملك عاشة سيدنا وتمسخر هذا الخرطة تاعكم هذا سيد بنادم كيفك كيفو يا البرتوشي سيدي ذارا زاطل وخابطها في شوارع خيرنسا وما تقبلتوش لحاجة هذي سيد تاع صهرات كيفاش قلبتوه امير المؤمنين سيد تاع اودي سيد والله غير مرير حيقلبوه يا الجزائريين معصوم من الخطأ والله كما نحكي معاكم حابين يقلبوه معصوم من الخطأ اي حاجة يديرها يعني نورمال عادي مليح يا اخوتي انتو ما وصلت بيهم يشوفوا يشوفوا بنادم في القمرة يشوفوا الملك تحم في القمرة ويقول لك نورمال بلين يشوفته في القمرة مدارين حصة كامل تحكيه على انه يعني يشوفوا الملك في القمرة وجابوا شهادات تعناس ناس يحكيه ويقول لك صح شوفنا الملك في القمرة هاي كيفاش هذا درك تناقشهم ولا دير لهم قصة براتيش يبقوا براتيش تعبوزان للديد والسلام عليكم تحيال جزائر خوتي غليوا اللايكات تعكم والدعم تعكم والباقي عليا هاي الزلام عليكم